قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينا تمحو مأسينا تزرح ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سمو غاية رب الباراية اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد الله عز وجل يؤيد أنبياءه بالمعجزات كانت من معجزات موسى عليه السلام العصى واليد ومن معجزات عيسى بن مريم عليه السلام كان يبرئ الأكمهة والأبرصة ويحيي الموت بإذن الله وكل الأنبياء وأغلبهم كانت عندهم معجزات تساندهم وتؤيدهم في دعوتهم جاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا نريد آية كما قال قوم موسى لموسى كما قال قوم عيسى لعيسى قوم صالح لصالح كل الأنبياء يأتون قوامهم نريد دليل على كلامك نريد معجزة نراها بأعيننا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم في ليلة من الليالي المقمرة القمر مكتمل وقال لكفار قريش قال انظروا إلى القمر أخذوا ينظرون إلى القمر فجأة وهم ينظرون إذا بالقمر ينشق حقيقة مو بالأعين لا ينشق القمر حقيقة حتى قال بعض الرواة شق أعلى الجبل وشق أدناه يعني كان في جبل يفصل بين الشقين والناس تنظر وهم مبهرين ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ فلما رجع القمر مرة أخرى اكتمل قال بعضهم لبعض هذا السحر ابن أبي كبشة قد سحركم به يسمونه بصلاح سلم ابن أبي كبشة سحركم ابن أبي كبشة فاسألوا السفار اسألوا الناس اللي جايين من السفر اللي بعيدين عن مكة شافوا القمر أكيد هم قعطانون القمر صار شيء ولا ما صار شيء فلما جاءت القوافل المسافرة سألوها هل رأيتم القمر؟ قالوا نعم حصل شيء انشق نصفين ومع هذا أصروا على كفرهم فأنزل الله اقتربت الساعة هذه ليست معجزة فقط هذه علامات الساعة أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر حادثة أخرى حصلت في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل أنهم وفد من نجران الذين كانوا يأتون ويناقشون النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنهم من كفار قريش يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهم يستنكرون أن كل ما يحصل في الأرض من قدر الله ما يصير شيء من قدر الله الأرزاق لكن أعمالنا وأعمال الناس هذا من أقدار الله ما نؤمن بهذا ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر كل خير وشر من الله عز وجل كل أفعال الناس مقدرة قدرها الله جل جلاله هم اختاروا نعم لكن كله بتقدير الله جل جلاله فجاء بعض الناس ينكرون القدر فأنزل الله عز وجل فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كل شيء خلقناه بقدر حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يستدل بهذه الآية على القدرية الذين نفوا القدر وكان يخبر أن هذه الآية فيهم وفي أمثالهم إن كل شيء خلقناه بقدر عائشة رضي الله عنها تقص قصة حصلت في بيتها يوم من الأيام كانت جالسة دخلت امرأة تريد النبصة فاستأذنت فأذن لها فدخلت تشتكي من هي هذه المرأة خول بنت ثعلبة وجاءت للنبصة تشتكي له من زوجها وتقول عائشة بينها وبين النبصة أسلم والمرأة ستار هي جالسة داخل البيت تقول أسمع بعض الكلام ويخفى عني بعضه تسمع بعض الكلام اللي قاعد تشتكي هي تشتكي من زوجها أوسى بن الصامت تشتكي أنه ظهرها أنه ظلمها وظهرها فوق هذا تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها تقول ليس بيني وبينها إلا ستار ومع هذا أسمع بعض حديثها ويخفى عني بعضه فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك أول شيء كرامة لهذه المرأة تاني شيء بيان لعظم سمع الله اللي جنبها ما سمعتها لكن شوفوا رب العالمين من فقه عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير كانت من شكواها رضي الله عنها أنها كانت تقول يعني زوجي بعد هذا العمر كان ثدي له لأولاده سقاء وبطني لهم وعاء وحضني كل هذا سويت له جبت لأولاد وربيت لأولاد وكبرت لأولاده آخر شيء ظاهر غضب منها يوم من الأيام فقال لها أنت عليك ظهر أمي بعدين راح راجع نفسه أراد أن يراجعها فأبد قالت لا والله لا تمسني ولا تقربني أنت زوجتي قالت لا أنت قلت كلمة لازم نسأل عنها من النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست طلاق لكن كلمة ربما أشهد حتى من الطلاق قال لها أنت عليك ظهر أمي يعني محرم عليه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه فأنزل الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم هذا زوجتيك ما هي أمك إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الله يعفو لكن في كفارة شو الكفارة وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا أول شيء فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير أول كفارة تعتق رقبة في سبيل الله فقالت زوجته يا رسول الله لا يملك شيئا رجل كبير بالسن ما عنده شيء يملك علشان يشتري عبدا ويعتقه ما عنده فجاءت الآية تكمل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس قالت يا رسول الله أوس رجل شيخ كبير لا يقدر على الصوم حتى الصوم ما يقدر عليه قال فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين شوف رحمة الله فإطق رقبة ما عندك تصوم شهرين ما عندك تطعم ستين مسكين فقالت يا رسول الله ما يملك شيئا حتى الستين مسكين ما عنده هو بروحة فقير فجئ الهنب صلى الله عليه وسلم بعذق فيه تمر قال خذه فتصدق به فقال يا رسول الله لا أعرف أحدا في المدينة أفقر مني أنا من فقراء المدينة قال خذه فأطعم به أهلك وأولادك جاي عليك فارة ورجع معاه تمر شوف رحمة الله عز وجل ورحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا الدين يسر ما هو دين عسر شوف رب العالمين شلون استمع شكوة امرأة تشتكي على زوجها وسمعها الله ونصرها الله عز وجل وشوف المشكلة الأسرية كيف حلها الله جل وعلا وعطى حكم لأوسن ومن بعده فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها كم قصات تتراجأت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينا تمحو مأسينا تزرح ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سمو غاية رب البارايا اشرح بها قلبي يا رب